بعد مهاجمة شوف تيفي للفنانة دنيا باطمة دنيا باطمة تظهر بلوكين يخطف الأنظار وبأغنيتها الشهيرة حيدو حيدو هذه دنيا أوفاق صالهدو وهنا خوتي غد نهدر على الهجوم الكبير اللي دارتوك شوف تيفي للفنانة دنيا باطمة صراحة يعني اذاك شي بأمعيق بزاف فيما كتدخل الانستغرام ولا أي مواقع إلكترونية كتلقي شوف تيفي دنيا باطمة دنيا باطمة مشعت هنا دنيا باطمة ضربها خطيبة دنيا باطمة شكون حاميها دنيا باطمة فعلت دنيا بزاف شوف تيفي عيقتو بزاف والله في غيمو واش ما كينش في الأخبار يعني دي المغرب كامل من غير دنيا باطمة يعني أنا صراحة كانت عزيزة علي يشوف تيفي وكنت متبع الأخبار ديرها ولكن من اللي شفتها يعني هاد الموضوع يعني كتورك كتورك يعني بوحد طريقة ووحد تحامل للفنانة دنيا باطمة بحالة دنيا هي اللي كين في هذا العالم كله أولا بحالة شي واحد مسلطها على دنيا باطمة واحد الحاجة راه الناس اللي كانوا في اللول كانوا ضد دنيا باطمة من اللي شافوا هاد تحامل ديال شوف تيفي على دنيا بالعكس ولو كيجو منها لأنها عيقوا بزاف سيدة بغا ترتاح سيدة عندها مشاكيلة سيدة خدامة على راسها وانتوما مقابلين ما عندكم ما يقدر والله يلح شوما واحد ليفين موكت حضرت ليها كان قناة تشوف ديفي غايديروا انترفيو مع أختها بتيسام باطمة وما بغيتش تدير معاهم وقاتليهم قاتليهم تشوما هاكين وهاكين 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 وقالوا واعتادروا منها وحضروا معاها بالآدب يعني أنا حاضرة لهذاك الحيوار وفي الأخر تنازلت بس بتيسام باطمة ودارت معاهم هذاك الانترفيو في عين السبع في واحد المعرض كانت مفعين السبع يعني رغم ذلك أنهم يعني هما من زمان هما ديري معا مي هاد المرة عيقوا بزاف بغي ما وانا كانت عزالي يشوف ديفي ولكن من لي شفتهم أنهم كي حكوا على الدبرة بها ليشي وات كي حك على الدبرة الدنيا هنا دنيا يلا هباني يلا حضرين خرجيننا في لايف يلا ولا خرجات ليكم يا فقصتكم خرجت وخرجت بالآغاني اللي فقصتهم بلوك جديد وبظهور زوين وبهذا أنا ماشي أنا ما أنا لا معا ولا ضد دنيا باطمة ولكن من لي كتبالي شي حاجة معي قوزات القياس راح ضروري كان بغي نهضر فخلوا الصحافة القياه خلونا نحب الصحافة نبقى ونتفرجوا ونعرفوا الأخبار ولكن باش بقوا تشدين إنسانة وحدا وتبقوا تكريتيكيو فيها نهار وصباح وعشية وانتو ماليحينها دارت فعل التركة راح شومة وراح عيب وراعار وراح تهيك تبقى مغربية وكتبقى بنت البلد ومعاديك حياتها الشخصية مع خاطبها مع صاحبها شغولها هاداك يضرب هاد ضربو تناتف معاه راح الحراء إنسانة راح نباشار راح كنخطأو كنتخاسموا على راح فضارك كنتخاسمي مع أخوك وتعيري معاه وتشارحي معاه سي صافي سي لا في راح الحياة هادي شي ماليك نازل من الأرض معصومة من الخطأ كلنا بشر كلنا خطأون وخير الخطأون التوابون وأحسن حاجة هو أن الإنسان يتعلم من الأخطأ دياله حاجة واحدة قادي نقولها الدنيا بطمس دنيا بقلة العقل ديالها ضيعت عليها فرص زوينة كانت قادي بوحد الكاغير زوينة في العالم العربي والناس كيبقوها الخليجي لكن دخلت في واحد دوامة اللي خلت العديد من الفان ديالها كيتحاملوا عليها ويعني وما بقوش يعني بهديك شوفة اللولة اللي كانت عزيزة عليهم ميدا براغ هذا بشوية بشوية وكترجع تقيقا ديالها بهم والحمد لله عندها الفان ديالها عند الناس ديالها متابعينها من الخارج واخا أنا بعدها كنقول وسبحان الله هي وسعد المجرد يعني في إطا واحد حتى هم يعني تدق عليهم بزاف وفغيموا هذي ضريبة النجاح دائما مليكي كل إنسان مشهور فارداروري كيدفع ضريبة النجاح وشوفتي في من هاد الملبر كنقول لكم خليكم الصحافة خلوا الناس يتيقوا فيكم ما سبقوش متحاملين على واحد الشخص واحد اللي عيقتوا وخلوا أن الناس بدو كيملوكم هاكا بحال هاكا فهذا الشي اللي نقدر نقول والله يهدين على بعضياتنا وهذي غير الحياة والصحافة على راسنا ولكن خاصة تكون الصحافة نازيها صحافة ما تكونش متحاملة أو لا ديرا واحد كانت معاكم فلوة ياسمين وهذا فقط شفت واحد الحاجة ومعجبتنيش فحبيت أنا نهضر ونتكلم عليها اشتركوا في القناة